قرأت في الكتاب بأنه لا يفتحب لي المتوضي أن ينفذ يديه من الماء بعد الوضوء فهل معنى ذلك أنه لا يفتحب تنسيف سائر أعضاء البدن التي يستمى الوضوء بها أم أن هذا جاهد؟ رجاءكم الله خيرا نعم ينبغي تركي إما أثر الماء على العلوم ولا ينبغي تنشوفه أو نفله لأجل أن يبقى قيمة وأثر الماء على الأعضاء وليس هذا بالمحرم أنه تنسك أو نفذ يديه ولا بأس جبالك ولا سبحانه إلا بالأخضانية فأنه يبقى أثر الماء على أعضائه أن يبقى بالأخضانية أما لو احتاج إلى الكتابه فإنه لا بأس جبالك أو نسك ويوجده محاجة فلا بأس جبالك نعم بذلكم الله خيرا